منذ تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد تتصعد وبشكل مضطرد التحذيرات التي يطلقها مسؤولون وسياسيون عراقيون من احتمال تأثير السلاح المنفلت على نتائجها سيما مع استمرار سيطرة فصائل مسلحة على مناطق عدة من البلاد آخر هذه التحذيرات صدرت من رئيسي الوزراء والجمهورية الذين شددوا على أهمية الانتخابات المقبلة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجرائها وذلك من خلال لقاء جمعهما مؤخراً في قصر السلام في بغداد وأكثر المتخوفين من ظاهرة السلاح المنفلت هم ناشطو الحراك الشعبي الذين تعرض الكثير منهم للتصفية الجسدية بسلاح الفصائل المسلحة ما دفع عدداً منهم للانسحاب من السباق الانتخابي وسبق للانتخابات أن تعرضت إلى ضغط السلاح المنفلت الذي تسبب بعمليات تزوير وتغيير نتائج لكن من المستبع تراجع تأثير السلاح على الانتخابات المقبلة وإذا كانت نسبة السلاح المنفلت في الانتخابات السابقة 50% فإنها الآن قد تصل إلى 80% مما يجعل تأثير جماعات المسلحة أكثر سلبية في الانتخابات المقبلة سيما أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يمتلك عصاً سحرية للتغيير وما قد يحدث فرقاً في تأثير السلاح المنفلت في الاستحقاق الانتخابي المقبل هو تأكيد الرئيسين الكاظمي وصالح على إنجاح العملية الانتخابية فضلاً عن اتخاذ أقصى التدابير لمنع الخروقات الانتخابية وكل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم